مرة أخرى معبر نصيب إلى الواجهة إذ لم تكن مسألة فتح منفذ الحدودي اقتصادية بحتة ثم تبعد أمني ملامحه آخذة بالتجلي فشعور الخوف والريبة لا يزال ينتاب السوريين في بلدان اللجوء وخاصة في الأردن يعزز ذلك حديث ناشطين عن وصول قوائم بأسماء مطلوبين لنظام الأسد إلى معبر نصيب غالبيتهم مطلوبون للخدمة الاحتياطية لاجئون سوريون في الأردن أكدوا أن فتح المعبر ليس أبدا كما تروج له موسكو أو حليفها نظام الأسد بشأن انتظار مئات الآلاف للعودة عبر معبر نصيب إلى سوريا مضيفين بأن هذه الرواية لم تتعدى إعلام النظام وحلفائه بينما الواقع مغير لذلك قوائم المطلوبين التي وصلت إلى معبر نصيب تعود للاجئين مقيمين في الأردن غالبيتهم مطلوبون لفرعي أمن الدولة والمخابرات العسكرية التابعين للنظام في دمشق يأتي ذلك وسط غياب شبه كامل للعائدين من الدكور حيث تقتصر العودة من المعبر على الأطفال والنساء المخاوف تشمل الأردنيين أيضا ففي الوقت الذي لا يزال فيه نظام الأسد يعتقل الشاب الأردني يعقوب العقرباوي كشفت وسائل إعلام اختفاء مواطنين أردنيين في سوريا بعد دخولهما عبر معبر نصيب قبل أسبوعين الشابان هما علي إبراهيم منصور البشابشة وعمر عبد الكريم العواقلة يضاف إلى ذلك ما كشفه موقع زمان الواصل عن وجود قائمة بأسماء 9000 أردني مطلوب لدى نظام الأسد ترجمة نانسي قنقر